صباح الخير لكل ياللي عم بيتابعونا عبر شاشة الام تي في حن معادكن مع فكاريت باتس واليوم بيئة جواء الميليجي ضيفنا لبس احمر وكمان بما انه صرنا بالشتوية جبنا معنا ابريد اللي كتير بتحب الساعة رح نحكى اكتر عن الهوسكيز مع غيوة جبران ضيفت اهلا وسهلا فيك غيوة غيوة اليوم كلبك اللي هو كاسبر هزي سايبيريان هسكي هالكلب اللي مننغرم فيون قد مشكلهم حلو ويلي هنه مغرومين كمان بالساعة وبالتلج يمكن باستثناء كلبك بدايةً خابرينه قدي عمره كاسبر وقدي إلو عندك كاسبر عمره 3 years old and he was born on 19th of May وكتير كتير هبيل صراحة بس انه مهضوم يعني even though it's cold and all that stuff بس بحب التأس يعني he adapted to the weather in Lebanon بدي عزبك اذا بتعطيني شوي لجري بجيبه ليشوفوا المشاهدين لانه ملزة كتير فيك مش عم نقدر نشوفه هالكلب يلي هو كتير حلو متل ما قلت انه عمره تقريباً 3 سنين 3 سنين عندك هلا عم ليجي لنشوفه سوى كلب منه ابداً صغير بالحجم يعني عم نحكي عن تقريباً كم كيلو سوى بالميديم سايز عم نحكي عن 30 كيلو هالكلب أصلاً من وين يعني منقول عطول انه الهوسكي مش أحسن شي التأس بلبنان لقلو واذا كنا ولابد بدنا ننتبه لكتير أمور على وجوده مثلاً لنقول ببيروت وبالصيف بالشوب أفضل يكون عطول باي سي وقتها لازم أفضل نطلعوا على التلج وعلى السقعة خبريني اصول هالكلب من وين وهل الأصل هو اللي بخليهم هالقدة يكونوا بحبوا السقعة والبرد؟ يكون هو بتأس بطأس 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 في السماء أو بأس مكاناً كامل وليست محضر كثيراً مثلاً أفريكا هي مباشرة بطأس 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 هيك لما بيحس كتير بالطرس وزيادة هو بحب كتير الدفا يعني على طول بفئة الصبح after the AC بيروح لبرة بيضلوا بالشمس هو ما كتير فيت بأجواء الهسكيز ولكن هنا انجانرال هالكلاب يلي جايين من منطقة كتير مسقعة وأديمين كتير بالأساس كانوا يعيشوا بالتلج وبحبوا التلج يمكن من هيك هالكلاب شوي في لبنان أوقات بنحس انه مظلوم لما بنعايشوا بتأس حار لكن كاسبر يلي بحب الدفا اليوم بدنا نحكي ندفع عن شخصيته شكله بننغرم فيه لأنه كتير حلو هالعيون الزرق وهال الوبر كتير حلو هل فعلا الشكل حلو والكاركتر والبرسناليتي حلوة ولا بس الشكل وهو كلب صعب انه نعيش معه هلا هو كلب صعب بس انه كشخصية يعني يعني اذا انت عندك شخصية عاطلة هو بيصير عاطل مثلك بس أنا لأنه هبيلي كمان معه بيصير هبيلي مثلي يعني ها هو كمان معي للصراحة انا شفت الانستاغرام اكاونت تابعه وهو كلب اذا بدنا نقول يعني ما انه هسكي اعتيادي بيقوله انه هنه كليب صعبين ما بيتدربوا ما انه سهل يجيبوا على اصحابهم او ينعملون ترينيج هل فعلا هو هيك؟ لا انا صراحة يعني محسيت بهالقد الديفكلتي معه لانه اذا اعزبك بهالك لانه هو اوكي عايد كتير بس انه برد علي يعني انه بس يعرف انه انا عم بيك سيريوس خلص خلص كاسفر انه لا خلص سوري انا مش بقصده سو برد عليك يعني الترينيج طبعا فينا نعتبر هو ترينيج صعب ولا ترينيج سهل؟ اذا انت مش ترينيج رح يكون صعب شوي بس انه بس تتعود وتتعلم انه كيف طبيعته it's good to go حلو كتير هل معقول يعمل معنا شي تريك على الهواء مثلا هلا بما انه معي تريد اذا بطلب منه شي معقول يعمله؟ اذا بدك قولي له I love you بل كي يغني لك هلق عنا فيديو ل I love you عم بيغني فيها بيعرف الست و هلق هون عم نشوف الترينيج اللي انت عادة بتعملي له ايه بتعملي له ايه هل هو كلب يعني بيقضي كتير وقت برا الشيء اللي لازم ناخده بعين الاعتبار هال big size dog يلي بالاساس كان sled dog بجر العربيات من زمان عنده طاقة كتير قديش من وقته اليوم كاسفر بيقضي برا؟ هو راندباوت يعني اسباشي اذا ما نكون بالنجبال بالسيتي بيصير شي فور مينو بس عادة يعني بس نكون بجنوب منفلته طول النهار لانه هو بحب يعني he digs holes شو ما بدك بكسر الدنيا بيرتاح نفسيا بس يكون بجنوب سو هالكلب يعني منو سهل كمينا اليوم اذا نحنا منو مستعدين نماشيون هالقد ومتل ما انت قلتى هلأ هو عم بيفتح معي حديث مش لانو حببني بس لانو في تريتس قدامي وعابيلو انو يدوقن رح نشوف سوا فيديو هلأ بما انو ذكرت قصة ال I love you قديش الهوسكيز دي هال نحن نشوف كيف بيرن نمايك نحن نشوف أسوا I love you baby I love you والأمي أميك 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 وهلأ عملنا كمان عن شغلة لايف هل هن الهوسكيز هيك انا شايفة على السوشال ميديا كلب هسكي أكيد بش هو وعامل هالشي هلكل الهوسكيز عندن هالتالنت لأيه هنا لانو هلالتصاة الووف يعني هم هلالتصاة الهوال بس تعوذيون انو تهول, خلص بصيرو ناتشولي يعني كاسبر بيعملها قاطف أنه هيك بس يتغنج كتير وبده يتغنج زيادة بصير أنه أوه أسفني يعني هو إذا بده يلفتليك نظريك بيعملها تحكي عن شكل كتير مهمة ليه كي أدي حلو هالكلب عن جد يعني أنا صراحة ما كتير بلوم الناس يلي بنقوا هالكلب لأنه حلو ولكن لازم يأخذوا بعين الاعتبار أنه لنمنوا نكلب سهلين ذكرت قصة الديجينغ ونحنا في عنا صورة بتفرجة قديش ممكن يخربوا وهالشي أوقات لو مقعدين بفنسد أريا بيقدروا يهربوا منا ايه كيف تتعاملوا مع هالشي يعني اليوم ما أنه سهل أنه يكون عم بيخرب لك لجنينة كمانا ونصير بان تخلى عنه ونودي لا أنا أنا قبل ما جب كاسبر فكرت بكل شي فكرت بكل شي فكرت بكل شي فكرت أنه شو بد يعني I have to sacrifice a lot من الآخر I have to sacrifice a lot of social life كثير والغاردن من الآخر هلا هو he doesn't dig a lot لأنه he obeys يعني كلما قال له أنه كاسبر no بيصير أوكي أنه ها مشفح كثير عملها وعى الفنس كمان هو جرب أمراري نوت فوق الفنس بس أنا أعودته أنه لا ما تعمل هيك ما تعمل هيك وخلص صار يرد علي يعني if you train very well ما في مشكل ولكن الأكيد هذا الشي ما أنه سهل ومثل ما أنت قلت في dedication خاصة أنه نكليب شوي independent زيادة عن غيرهم إذا ما كنا consistent with training وانتبهنا لأنه نعيد الشغلة ونظل مصرين عليها ما رح يقدر يتفاعل معنا مثل ما اليوم كاسبر بيتفاعل معك رح ناخد وقفة كتير سريعة ومن بعدها من تابع pets عودة لكم مشاهدينا مع كاسبر the Siberian Husky اللي من شوي كمان هيك عملنا سان وعمل شوية I love you بالستوديو غيوة جبران كنت عم تخبرينها شوي عن الكاركتر تبع كاسبر خبرين العيشة معه بالبيت يعني ذكرنا أنه هن كلاب يمكن شوي معقول يخربوا بالجاردان وبحاجة لأكزرسيز كتير هل هن كلاب حنونين ريئين خبرينها شوي عن الكاركتر كاسبر شوي difficult at times بس أنه كتير حنون وكتير ذاكي يعني مرار بكون مثلا عببكي بيجي لعندي بصير يتغنج علي ويصير لحوسة دموعي وكتير غنوج يعني يعني بصير إنه he does things كتير سنيكي يعني بتطلع فيه إنه كيف عرف ما فهمت إنه شو صار إنه كيف تعرف إنه ليه هل قد زكي يعني وhe is shocking at times بس إنه كتير زكي هل كلاب اللي زكية اليوم إذا فيه شي عائلة مثلا عندها أطفال وعبيلة جيب الهسكي هل بحب الولاد ولا صعب مع الولاد علما إنه متل ما شايفين سوا حجمه منه صغير أبدا إذا كان يعني كان مربة مع الولاد بصير it's really good بس إذا مش متعود يعني كاسبرا أنا صراحة بعرفه لأنه ما كان متعود متعود على الكلاب على الولاد بس بس شايفوا الولاد يعني فكرهم إنه they're the same وصار يعني كيف بدي أقلك إنه فكرهم midgets هكي little people بس فكر إنه ما بيتواجعوا ولا ببينئزوا سو بيتعاما معهم يمكن شوي بدبشاني ولكن الأكيد إنه هالكلاب هني in general مثل ما قلت لأنه نحنونين رح يكونوا بيحبوا الولاد في شغلة بس قبل ما ننهي بدنا نلفذ المشاهدين لألا أنه هالكلاب ما كتير بيحبوا البساينات وبيعتبروهن وكأنهم البري تابعون بس بإختصار كلب كتير حلو متل ما عم نشوف ومهضوم ورح يطيرنا عن الكرسي غوى جبنان بدنا نتشكر وجودك معنا ونتشكر كاسفر المهضوم اللي كان كمان معنا بالستوديو إن شاء الله المشاهدين يكونوا استفادوا من هالتفاصيل يلي خبرناهن عنهن عن السايبيريان هاسكي بيهال nice catch اللي عملها كاسفر ورح ننوي pets ورح نتابع طبعا بMTV Alive مجموعة من الفقرات الرائعة بانتظاركن وقفة سريعة ومتابعين كفوية